عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأولوية القصوى التي توليها الحكومة للعمل على انتهاء المرحلة الأولى للمشروع في التوقيت المحدد خلال شهر مايو القادم بحجم 1500 ميجاوات وفور الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم البدء في المرحلة الثانية بحجم 1500 ميجاوات أخرى وفي هذا الإطار أوضح مدبولي أنه تم التأكيد على تنفيذ المشروع وفقا للتوقيتات المحددة خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري مشددا على ضرورة التدريب الشركة المنفذة بالتوقيتات المحددة